اشتركوا في القناة البروفيسر محمد حسن وزير الامن العام والهجرة احمد محمد باشر حول العدالة في شاد وادم توفير الامن. الجلسة رأسها النايب الاول لرئيس جمعية الوطنية موسى خدم. تقرير محمد حسن سمو. اسئلة النقضية اللاذئة لعداء العدالة ولمختلف اقسام الامن في شاد العميقة قدمت من قبل اكثر من خمسين برلمانيا الى كل من وزير العدل هامل اخضام حقوق الانسان البروفيسر احمد محمد حسن ووزير الامن العام والهجرة احمد محمد باشر حيث استجوبتهم لجمعية الوطنية بهدف الرد على سؤالين شفهيين مع نقاش. تمحور السؤال الذي قدمه النائب رخيص احمد صالح الى وزير العدل حول عمل اخطياء العشرة من السجناء في ليلة الحادي عشر والثاني عشر من ابريل في طريق عن جمينا المصاقد اثناء نقلهم الى سجن كوروتورو فبحسب سؤال النائب ان هذه العملية تشكل تعديا وانتهاكا خطيرا لساتة القانون والدولة اما السؤال الذي قدمه النائب رومو ديمغار فيليكس الى وزير العمن قد جاء فيه انه نظر الانعدام الامن الذي بدى واضها في الايونة الاخيرة على حد قوله فان الشعب الشادي قد اصبح يعيش في خوف دائم كما تساءل النائب ايضا في سؤاله حول ادوار رجال الامن متسائلا هل هناك نوع من الخلط بين دور اقصام شرطة الوطنية والجيش الوطني مشيرا الى ان الجيش الوطني يتدخل احيانا لتفريغ الشجار عدم وجود انقضاء ببعض مناطق الوطن والبطئ في اصدار الحكم النهائي حول العديد من القضايا في مؤظم محاكم البلاد قد رفع ثقة المواطن بالعدالة الجهادية هذه هي اهم الاسئلة التي طرحت لوزير العدل من قبل النواب في رده وزير العدل اكده بان الوزارة وضمن احتمامات الحكومة الجهادية لاصلاح القضاء الجهادي قد قامت ببثه جهود جبارة من اجل تطبيق القانون فوق الجميع كما اكد وزير الامن بان البلاد التي تمتاز بعضاء امنية جيدة بين الدول الاقليم ستستمر في توفير الامن لكافة المواطنين ولممتلكاتهم من دون كلل او ملل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة